أكد مصدر رفيع المستوى أن احترام مصر لالتزاماتها والمعاهدات الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومية والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينية وأضاف المصدر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها إسرائيل داخليا كما أفاد المصدر بأن الموقف المصرية تابت انتجاه العدوان الإسرائيلي منذ لحظة الأولى ويضع الأمن القومية المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويته هذا ونفى المصدر رفيع المستوى ما يتم تدوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية وشدد المصدر على أن مصر حذرت إسرائيل من تداعية التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح اشتركوا في القناة